أحلام صباح الخير مشاهدي قناة النهر إذن كما قلت عرفت خلال الفترة الأخيرة المستشفيات الجزائرية ندرة في بعض الأدوية خاصة تلك الموجهة إلى مرضى السرطان لهذا تجهنا إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات للاستفسار أكثر عن الوضعية الحالية في المستشفيات يحضر معي الآن سيد علي عون رئيس الصيدلية المركزية للمستشفيات صباح الخير سيدي صباح الخير ومرحبا بكم شكرا لك إذن ما هي الوضعية الحالية في المستشفيات سيدي؟ لا ما هو في المستشفيات في الصيدلية المركزية للمستشفيات حاليا نحن نتعامل على قايمة الأدوية بالأخص للمتوجه المرضى السرطان ولكن لازم نتكلم على كل الأدوية لأن اليوم ناس كل رهي متوجهها الناس يكون فوكاليزين على الميديكامات والانكولوجي إنيا باكسا ما كانش غير هذا لأننا نتعامل في قايمة الأدوية بألف وسبعمائة صنف من الأدوية ولكن اليوم الحمد لله كما تكلمنا مقبل المناقصة نتجنا بها على بعض الأصناف الأدوية اللي رهي دخلت وتشوفوها في الميدان من بعد من ضمن 120 صنف الأدوية اللي متخصها لمرضى السرطان اليوم رهي دخلت عندنا في المخازن 100 صنف ما زالت تقريب 20 صنف اللي رهي لاحقها كما تكلمت عليها أخر جوان ودبيد جوي الحمد لله هذه من المجهودات تاع كل إطارات تاع الصيدة المركزية وتجندنا جميع ليلة ونهار باش نكون في حصن الظن الجميع سيدي متى سيبدأ توزيح هذه الأدوية على المستشفى لا هو كل من نستلم دفعة من الأدوية تتوزع مباشرة حاليا وزعنا أكثر من 50 صنف رهي اليوم في المستشفيات بالأخص المستشفيات اللي رهي متخصها في مرضى السرطان ما هي أهم هاد الأصناف الأصناف كلها متخصها للسرطان بالأخص سرطان الأولاد وسرطان رئى وما يشبه ذلك القائمة طويلة ما نقدرش تكلم عليهم كل ولكن الحمد لله اليوم وراءكم تروحوا تشوفوا في مستشفى الويبا كاين الأستاذ المالي راح يستقبلكم ويقول لكم كل وش كاين باش شويا مع الجماعة اللي راح يتتكلموا على نقص الأدوية ونذرة الأدوية ولكن لازم الناس تتكلم والصار من قبل عامين يعني البقاية اللي راح يتتكلموا في مستشفى الويبا اللي راح يتتكلموا في مستشفى الويبا ونحن نحاول حسب المقدورات نتاعنا باش نربي طالب بتاع الجميع يعني بعيد عن أدوية السرطان هناك أدوية أخرى أيضا شهدت الندرة هل هذه الأدوية أيضا راه اليوم توفرة في صيدلية المركزية للمستشفى؟ اليوم كتر من 90% من القايمة الأدوية اللي نتعامل بها راي موجودة في المخازن وموجودة في المستشفيات لازم الجماعة اللي راهم يعني مسؤولين في المستشفيات بلخص رؤاساء المصالح لازم يعاونونا ما وش اليوم يعني نقص دواء واحد نسكولته أنا جو لدي وقف آلات نسكولته يمكن أن نطمن المواطنين خاصة منهم مرضى السرطان على أن الأدوية هم رهي متوفرة في المستشفيات خاصة مرضى سرطان الأطفال تكلمت عليها ونزيد نأكد نطمنهم ونزيد نطمنهم ومدابية ورؤساء المصالح المعنيين يطمنوا المرضى يعني أنا جلو دي يجل ريبات سابتت بلسي سرطان جنرول كبور المالات جنرول پور للابوراتوار يعني سيدي في الأيام القادمة ما رحش نزيد ونشوفو ندرى أخرى في الأدوية نحن أخذنا احتياتاتنا ودرنا خارج التاريخ pour qu'il n'y ait plus ce type de problème يفو پا انيوري qu'il y a eu beaucoup de problem في PCH دو point de vue organisation دو point de vue gestion الحمد لله الفترة اللي راني فيها اليوم ما زالت ما وصلتشة 14هور والحمد لله الأمور هيد دخلت في مجاريها وإن شاء الله هنكفل أكثر شكرا لك سيدي إذن كما قال سيد علي عون نطمن كل المرضى خاصة منهم مرضى السرطان على أن أدويتهم اليوم رهي متوفرة في المستشفيات وهذا اللي رح نشوفوه بعد قليل في الميدان نعود إليك زميلة أحلام شكرا لكم مشاهدينا وشكر موصول لك ريمة ولضيفك كنت معنا في هذه التغطية المباشرة